هذا المحور يجب أن نفرق بين الحكام من جهة وبين الحركات من جهة أخرى أما الحكام فلم يكن فيهم واحد صادق في مسألة تحرير فلسطين ولا الدفاع عن فلسطين هذا أمر صار الآن مستقرا ولا الملك فيصل؟ نعم أنا رأيي ولا حتى الملك فيصل جمال عبد الناصر نفسه بشهادة هيكل يتحدث عن أن عبد الناصر لم يفكر أبدا في حرب إسرائيل والسادات حين حارب إسرائيل إنما كانت حرب تحريك للأمور ولا أقول هذا كلامي أنا بل هذا كلام المستشرق الأمريكي إيرا إم لابيدوس في كتابه تاريخ المجتمعات الإسلامية تجدونها في الجدء الثاني يقول أن السادات كان يحتاج إلى حربا تضفي عليه شرعية إنشاء سلام مع إسرائيل هذا هو المطلوب ولذلك وضعت خطة الحرب على هذا النحو ثم قبل السادات بكل ألوان الإذلال في التفاوض مقابل الوصول إلى سلام هزيل تخرج به إسرائيل ظاهريا من سيناء بينما تدخل قلب القاهرة والآن الإسرائيليون يدخلون سيناء كما يتجولون في المحافظات الإسرائيلية بلا تصريحات بينما المصريون هم الذين إذا أراد أحد منهم أن يذهب إلى سيناء يجب عليها أن يستخرج تصريحا من الأمن أولا فالواقع أن سيناء الآن كمنطقة هي أهون على اليهود وأقرب إليهم من المصريين فمسألة الحكام إنما استغلوا قضية فلسطين لما يعرفون أنها تسبب عاطفة وتكسبهم شرعية يعني جمال عبد الناصر حين كان ينقلب كان يجعل حرب فلسطين من دوافعه ومع ذلك هو نفسه جمال عبد الناصر تولى الحكم وغزة تحت الإدارة المصرية كان ينشئ فيها السجون لتعقب المقاومين لإسرائيل وكان السجن المركزي في غزة يمارس فيه التعذيب العساكر المصريون ضد المقاومين لإسرائيل ومات جمال عبد الناصر وإسرائيل قد احتلت كل سيناء ولم يفكر يعني جمال عبد الناصر لم يخد حربا مع إسرائيل والحروب التي خاضها هزم فيها طبعا القذافي يعني أنتم أعرف به وأولى به وإنما يعني كان رجلا ما أدري ما أقول يعني حتى يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب هذه لا تنطبق عليه فما كان فصيحا يستطيع أن يتكلم لنقول يعطيك من طرف اللسان حلاوة وسائر أولئك الحكام إنما كانوا على هذه الشاكلة